قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن تركيا أرسلت ما بين نحو أربعة ألاف مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وأضافت الوزارة في تقرير خاص بعمليات محاربة الإرهاب في أفريقيا أن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على ألاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة البفاق غير المعتمدة في ترابلس أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل جمال كريمي قائد قوات الباسيش في أورامان خلال اشتباكات مع مجموعة كردية مسلحة في محافظة كردستان غرب إيران وذكرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري أن الاشتباكات شهدت مقتل كريمي وعضو في باسيش المنطقة